السلام عليكم بخوتي تهياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغربة بلا منسى وخوتنا اللي في الغربة LuM Beauty اشannel سمعتها من عند من اش من عندي ليش من عندي ظهر الحق الساعة اول حاجة ظهر الحق من عند من من عندي الصاحة في نمبر وان الصحة في نمبر وان في افريقيا�� الجزائر صديق الصدوق ليزتشي الصديق الصدوق لي زدشي مش من عندي كي قلتلكم أنا زدشي يتحمل ثاني المسئولية وعنده جوزة من المسئولية في قضية بوداوي كانت الناس ما قلتلي لا ما كانش منها من عند نمبر وان خويا مش من عندي من عند نمبر وان نمبر وان وش قال قالك باللاتحادية أول حاجة قالكما بوداوي يعني مش مكانش شغل كيف يقولوها مكانش توجيه له ولا مرافقين لي هكا يرفقوه ولا يوجهوه ولا مكانش وايضا اعتراف صاريح بالليل الاتحادية هو ما كلم الاتحادية والاتحادية ما كلمته وخطأ من الاتحادية اعتراف نمبر وان رك عجبتني يا أخويا رك عجبتني البارح ما لقريها كنت تضربوا تشيت بس صح البارح عجبتني خطرة كل شبعا كل شبعا ما تقدروش ها ودي قلنا واللعب هذا والطارادو وكي يقول والطارادو هو رئيس الاتحادية هو رئيس بارادو هو يتحمل جزء من الاسئولية اللاعب يتحمل جزء من الاسئولية ذو كنتكلم عن اللاعب بطريقة اخرى باش الناس تفهم سمعنا شكون نمبر وان الان نسمعو الكلام اللي ضيقت منه انا ونزعجت منه رغم اني دايما ما نحبش نتكلم في العائلات وعائلة بوداوي خط أحمر والناس اللي يتهجم في عائلة بوداوي قلكم حسبون الله وانعم بالوكيل فيك حسبون الله وانعم بالوكيل فيكم عائلة اللاعب علاه واش ذنبها عائلة اللاعب واش ذنبها ايضا عائلة ملالي لحادثة الاسرات وانا ما حابش نتكلم عليها لانها حادثة فرضية تخصه انا من بوداوي تكلمت لان بوداوي قاسنا احنا كجزائريين يهنى للجزائر والجزائر مع فلسطين ظالمة او مظلومة هذا الشيء مفروق منه الشيء اللي انزعجت منه كلام الشقيق انتعه تمنيته كان يسكت لانه في المواقف هذه السكوت والصمت حكمة السكوت والصمت حكمة لكنه انزعجتنا من كلامه نسمعه كلام شقيق بوداوي وانتاكو بن ناصر عود وانتاكو بن ناصر شكون الجزائري تاكا بن ناصر تقارن بن ناصر تدخلوا مع قضية اخوك حاكنكم عقلين انا قلت قلقت انا صراحة انزعجت انا قلت انا قلت ندافع لي هاللاعب لانا قلت عارف باللي كشغل غيظني يعني كشغل ضاحية كشغل مي بس تحذركها خلاص انا ما عاش نسي تندافع عن هذركها ذو كالصان بيتي نهدر صان بيتي اخويا العزيز عود عود بن ناصر دخلوا بن ناصر اللي الانترينير انتاعو هذرها في الصحافة العالمية كامل هذرها باش يدير الشانجمون كان يصلي هو شبكم هذا دخلوا بن ناصر في القاضية لابن بن ناصر لعب شاب بس انتدخلش اه في قاضية انتاعوك بن ناصر بن ناصر يقول ديرا عنده شانجمون ما راعش يلعب كمل الصلاة انتاعو ودخل للشانجمون دير روتار يقول دي تقارن بن ناصر من عقل كلم يعني اه لكم لوجيك يعني اه تقبل هالمنطق هذي باش بكم هذا من ناصر كم من نسمع كاني الناس يتم تفهم لي هذا المتخب ومتخبش ترقون يخصوا رحل هذي الفيرا والفيرا هم اللي يدعموهم الفيرا هدوم اللي يقوموهم بس ايدات عدنا نشوفو في واحد التصرفات انك تكون في في فريق اوربي وتفرض عليهم كده وكده وكده يقول لك انا ما سحققش أنا فريق اوربي تفرض علي يفرض علي تقولوا انا ما لعبش من سافرش الاسرائيل ما يسمى باسرائيل يقول لك ما سحققش صحة اعطيك مثال انا انا عندي الارشيف وعندي الادلة وعندي كلش رفيق حليش في الفين واثناعش جا جديد الاكاديميكا كوينبرا اكاديميكا كوينبرا ومقابلة يلعب ومقابلة ما يلعبش وش ده الرافيق حليش خريج البطولة الجزائرية يا اخي العزيز وخريج البطولة المحلية ود الملاحة يا اخو ما حبش يروح ها نعم ما حبش يروح وما سافرش والعالم كامل شافها اي ما لاباليش بيكم اخلاص ما نروحش حليش وخوك لاعب دولي كما حليش لاعب دولي لان في ذاك الفترة حليش كانت اتحادية امور هذي ما تصراعش يقولتون نحن اخي شكامة وحنا شيئة امتاع روراوة معلش هيا اخويا احنا ما ناشي شيئة روراوة نمبر وان صحفي نمبر وان والصديق الصدوق ليزقشي قال كم ماذي غلطة تعلي اتحادية وروح وقلو كيفا وش بيك اخي حبيبنا زطشي وكيفاش نظر لي نظرها هذي جدنا هالكم من المصدر اما الشقيقه اه ودي قلت هالك انا يا انا كنت نعتبر بوداوي ضاحية بعكم نيس دارتها متعمدة وكذا وكذا بصح بيش تخرج و تقول لي بالناصر بالناصر ما تهدرش علي خلاص وبيش تتبرر باللي قادر كون يقول لها ملا ولا يكون مبليسي يعاقبو وينحوه من لي كيب على ما نحاوش حليش اه على ما نحاوش براهيمي للصحافة البرتوغالية كل طاحت عليه الصحافة البرتوغالية اكل هاجمة براهيمي صحوال وما سمع لهمش اه هذي ما شفته هاش انا قلتها انا يا دركان اهدرت صان بيتي والله ما على بالي انا قلتك انا شوف ما عدا حاجة واحدة العائلات خط احمر عائلات بوداوي خط احمر لها عائلان تاع من ليلي خط احمر ما نبغي حتى واحد يهجم العائلان تاع العائلان تاع ما عندهم حتى نذب بس صح الشقيق انتاعك الشقيق تعبوداوي اللي احضر انا ما نقدش نسكت سامعني يا اخي كون سكت وخليتها تمشي الامور ما نعذرك لان في الموقف هذي السكوت حكمة والصمت حكمة بس صحباش اتدافع وعلي الضغوطات وبكين واحد القانوات يقول لك حيان تحر يودينا ما يحبش نهضر يووزي نعطيك البراف نعطيك يودينا عندي فيديو كيفاش كان يلعب يوو عندنا فيديو ملك اللي حقوق الملكية ما نقدروش نديروه يو فيديو سيد عيطير في الصد الصد كله ماكلة هو كوجه حازين وغضبان وحالة النفسية وننفسية تعبانا يودي كان يعدبان في الصد شوفوا تعرفوا بالليرة وتعبان مرامو موشو مليح يودي صفاد عيكلو هاو بركاكم هاو بركاكم ونزيد حاجة البي بي سي انا كي سمعت انصدمت من البي سي جابت تصريح انت عبو داوي ويصرح تبعت الفيديو صح ومن الاول اللي شرحت الفيديو قلت انا نتريث زي نتأكد يتأكدنا ما كانش بو داوي ما هادر ويلو او كان ديكلاراسيو ما كان حتى تصريح هذا كحساب مغلوط ولا حساب فو كونت حساب غارط ولا حساب بيريمي ولا حساب اسم اخر بو داوي بو داوي ما كان ديكلاراسيو ما اخنا مغلو يعني في ميز heartbreaking انتم يا جزائريين قناة زادشي تيفي الناهار تيفي تفوتها حاجة كما هذه دير ديكلاراسيو ما تهزهاش يدير ديكلاراسيو ما تهزهاش الهداف ولا النهار ولا البلاد ولا يدير بو داوي يدير بو ديكلاراسيو ما يهزهاش يكونوا بي بي سي دخلت في حاجة حاجة الثانية الناس اللي تقول بعثونا وكتبونا خوتنا على كل حال لنحترموا كل اعراء الناس باللي منقيسوش عليها وهو صلاح ثاني راح عند اليهود وحنا لابر كاونا من العقلية هذي لا 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 يا اخي لا 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 ما نخلطوش وما نغلطوش ما نخلطوش بين الامور والاشياء وما نغلطوش الناس صلاح لعب مصري صلاح مصر عندها علاقات قوية ومتينة مع الكيان الصيوني مصر امضت اتفاقية سلام مع الكيان الصيوني سنة 1978 في كامب ديفيد في الولايات المتحدة الامريكية منتجع اسمه كامب ديفيد بس ما الناس ما نضحكوش الناس علينا التاريخ ما يتمحاش التاريخ ما تخضرش تمحيه زيدكم مصر عندها صفارة تحف القاهرة في الجيزة القاهرة الصفارة الاسرائيلية بين قوسيما يسمى اسرائيلية في القاهرة مصر السافير عن تاع الاسرائيل تزور حتى المصانع المصرية في داخل مصر علاقات متينة كي المصريين يتغنوا باسرائيل كتاب او داباء عندهم علاقات متينة وقوية لا يجوز المقارنة نحلي والمقارنة خلص ما نقارنش في المنان في المنان ما تقارنش في المنان احنا مش كيف كيف يا اخي احنا ما نشك كيف كيف مصر عندها علاقات متينة وقوية اما احنا جزائر لنرفض جملة وتفصيل التطبيع انا ما نطبعوش يا اخي انا ما نطبعوش خطينا التطبيع يا اخي احنا مع فلسطين ظالمة ام الظوما يعرفها العام والخاص الله يسعي لكل دولة كل دولة حرة لا ما اعطرش في السياسة وكل دولة حرة في امورها اللي يحب يطبع مني ينهجم حتى دولة باش انت استفهم لي بارك بس صح ما نخلطوش وكينا حاجة ما نلعبوهاش انا نفهمو في السياسة وما عليش وتطبيع ولما هذرتوش على فرنسا ولما اه وش دخل فرنسا غلط جوار والناعب غلط غلط ويتحمل المزئولية ونزيدك معلومة اي لا انا متأقن جمال بالماضي هذه ما تفوتوش وقالها قلهم ماذا من جوار مالوريونتي ومش مجهين مليع ومش مرافقة وعطار سوبوداوي في السوجة قلها بالماضي ما قلتاش انا حاباش تفوتو حاجة كما هذي بالماضي ما تفوتوش انا نقولها صراحة احتمال كبير ما يكونش في الكيب نصينا حتى لو يكون الشاب يكون ضده الشاب يكون ضده والشي الاخر كي الناس ويطاعوا على عوار ليروا 100 فيديو على عوار 200 فيديو على قويري ويطاعوا فيهم ويسبوا فيهم في الفيسبوك ويكلاشيوا فيهم ومنحتاجوهم اش او هذا ما اللي روح يلعب لك مع بولد بلادك انا غارطني كعاي بولد بلادي بالفوذيل واللي راحه كما تحكو على ابن الفوذيل نزيدك من ابن الفوذيل ونكمل بالفوذيل راح بجواز سفر فيرنسي وكان يلعب في نادي اولمبيك ليون وكان يلعب في المنتخب الفرنسي اقل من 28 ساعة 12 و 20 سنة و 17 سنة تبع الفرنسة المنتخب الفيرنسي امين قويري بيناصيونو ونزيدك معلومة يلعب في فريق واحد وما راحش يلعب والفاهم يفهم انا مازيش كثير اكثر من هاك اذا انا كنت ندافع لي كنت حاجب وضاحية لكن كنت نتمنى من اخوه يلتزم الصامت لكن مادام يحضر انا احضر صامت بيتي اخويا اخوك غالط لليوم وغضوة والعام الجاي وتطبيع اشموا رائحة تطبيع رياضي والتطبيع باش يبدأ يبدأ من حواج صغيرة الرياضة الفن الزيارات هذي تبادل وبعد تبدأ تطبيع حواج اخرى الحمد لله احنا الدولة لمن لا نطبع يولدي يفهم لا نطبع الجزائر مع فلسطين ظالمة ومظلومة ويكفاءون من من الخلايا النائمة تعباراد وتع هذا من دع الفيسبوك وتع خليه ولوليد لا لا ما خليهش ولوليد خويا لا 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 انا قلتها انا كنت معاه ومش معه ضاحية كنت معهش مع مبدأ كنت واقف معاه وما نحبوش يتسب هو وتسب المنطقة لان احنا كل ولاد صحرا وما نحبش واحد يسب الصحرا ولا يحي تسب الجزائر لان كلنا جزائريين وما نحبش الجهوية بس صحيح دخلت اخوه ينوضي هضرة اخوه صراحة انزعجت منها كثيرا 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 ويبقى نحترمه عائلات بوداوية نقولها لليوم وغضوة والعام نحترمه عائلات اللاعبين سواء بوداوي والملالي تسير الهاوية الاتحادية خاصة من جلب الاخلاق الاخلاق والتربية قبل الرياضة وقبل التعليم ما كانش إذن اللاعب لما يسجل هدف من يقول لكم شوفوا بارادو وش را يتخرج الجوار ميور جوار ولم يدير فضيحة يقول لك خاطئنا الجوار هذا هذا تبع الانجي وتابع النيس إذن لازم تتحمل المسئولية في الفرح وفي الفضائح والفاهم يفهم السلام عليكم ملتقنا مع مزيد من الفيديوهات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته